مجزء اخباري جديد من اون لايف اهلا بحضراتكم تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الحرية والمواطنة الذي يعقده الازهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بمشاركة وفود ما يزيد على خمسين دولة وخلال كلمته بالمؤتمر طالب فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر بضرورة تحقيق مبادئ الاسلام السمحة ونشر قيم التسامح عبر التعاون بين الناس معكدا ان القرآن الكريم واحاديث السنة المشرفة تحض على نبذ العنف والكراهية من جانبه اكد البابا توادروس الثاني بابا الاسكندرية وبطرياركو الكنيسة المرقصية ان الفكرة المتطرفة ابرز دوافع الحوادث الارهابية وان الفكرة الوحادية والجهلة بالاخر يدفعان الى وقوع الحوادث الارهابية بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الدفاع الفرنسي جانيف لودريام واجهة التحديات المشتركة القائمة وفي مقدمتها خطر الارهاب كما تم التأكيد على مواصلة العمل من اجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة القائمة وخلال اللقاء منح الرئيس وزير الدفاع الفرنسي وسام الجمهورية من الطبقة الاولى لليوم الثاني تتواصل فعاليات مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول الارهاب والتنمية الاجتماعية بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال كلمته في المؤتمر اكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل ان التشريعات المصرية جعلت مكافحة الارهاب اكثر انضباطا ووضوحا معتبرا ان الخطابة الدينية يمثل احد دعائم سياسة مواجهة مصر للارهاب شدد رئيس الوزراء شريف اسماعيل على ان المحافظة هو المسؤول الاول عن متابعة تنفيذ المشروعات بمحافظته وخلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم طالب اسماعيل المحافظين بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات لازالة اي معوقات تعترض التنفيذ والتعاقد مع مقاولين جدد حال تقاعس المقاولين الحاليين كما كلف رئيس الوزراء المحافظين باعطاء اولوية قصوى لتوفير السلع الاساسية بكميات كافية وزيادة اعداد منافذ التوزيع ومراقبة الاسواق والاسعار موعد اخباري جديد عند رأس الساعة المقبلة باذن الله اشتركوا في القناة